يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتروا من فضل الله واذكروا الله كثيرا واذكروا الله كثيرا لعلكم تسلحون من يحده الله فلا مدل له ومن يدل فلا هادي له وأشهد الله إله إلا الله وحده لا شريك لا وأشهد أن محمدًا لأبده ورسوله صلى الله عليه وصله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاتل ولا تموتن إلا وعنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها ذوذها وبث منهم رذالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساعلون به والأرهام إن الله كان عليكم رخيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يسلح لكم أعمالكم ويخفر لكم ذنوبكم ومن يتعلها ورسوله فقد فاذ فوضا عديما ثم عما بعد فإن أزدغ الهدي كتاب الله زل وعلا وخير الهدي حدي محمد صلى الله عليه وعليه وسلم وسر الأمور المحذثاتها وكل محذثة بضعة وكل بضعة دلالة وكل دلالة في النار أعجني الله وإياكم أيها المستمعون الاخرى أحبت في الله وأسأل الله جل وعلا فوغ هذه المنبر أن يوفقنا لما يحبه ويرضاه وعي جنبنا الفتناء ما ذحر منه وما بتد أحبت في الله اسمعوا لي وتعالوا بنا قال الله تعالى أفلا يتدبرون القرآن أم ألا قلوب أخفالها أيها المسلمون نحن نعرف هذه شهر المبارئ موضوعنا اليوم حول سوم رمضان هي إحدى أركان الإسلام كما داء في هديش ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول صلى الله عليه وعليه وصلم بني الإسلام على خمس اسمع الإسلام مبنوع على خمس أول شهادة أن لا إله إلا الله معنا أن يوحد الله لا نعبد مع رب السماء والأرض لا هجرا مع رب السماء ولا سجرا مع رب السماء ولا أي شيء يسمون ولا بخر نوحد الله هو رب السماء والأرض ويعلم ما نفعل في السر والجحر أحبك في الله وبعدين قال رسول صلى الله عليه وسلم وإقام السلاة إقام السلاة الله تعالى يقول إن السلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوطا عن وقت معددا جاء في الهاديث بن مسعود رضي الله عنه قال سُعِلَ رسول الله صلى الله عليه وعليه وسلم أي أعمال أحبه إلى الله اسمع قال الرسول صلى الله السلاة 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 على وقتها وفي روايا في وقتها وبعدين قالت الرسول صلى الله وإتاء الزكاة يا الأخنياء اسمعوا الأخنياء اسمع إطاع الزكاة إطاع الزكاة نحن في السهر سهر الزكاة سهر رمضان وبعدين قال سوم رمضان نحن في رمضان وفي الهاديث يقول أيضا حز البيت لمن استطاع إليه السبيل أحبتي في الله هو أحد أركان الإسلام وعزمع المسلمون على أجوبه على أجوبه على أجوب السهر رمضان وفرد في سنة الثانية من الحجرة بسنة ونصف وإزمع وسامى النبي صلى الله عليه وآله وصلم تسية سنين تسية سنين معنا تسية رمضانات أهم الأحداث التاريخية في رمضان أول شيء نزول القرآن الكريم فيه قال تعالى إنا عنزلناه في ليلة الخدر قرآن من له المعفوض إلى السماع الدنيا ليلة الخدر الثانية محركة بدر الكبرى محرك بدر الكبرى وهي الفرقان بين الحق والباطل قد وقع في السحر رمضان وقال تعالى لخد نسركم الله ببدر وعنتم عزلة فقالت وعنتم عزلة فتقوا الله لعلكم تذكرون وخال ابن أباس ردوان الله عليهما قال كانت يوم الجمعة خد وبدر يوم الجمعة خد وبدر وقع في رمضان أيام يوم الجمعة من شهر رمضان وفيها قتل فرعون هذه الأمة أمة فرعون أبو زحل عضو للإسلام قتل في بدر الثالث فتح مكة لقوله التعالى إن فتحنا لك فتحا مبين حدث حيدا في شهر رمضان يوم الجمعة الثالث الثالث الثامنة للحجر الرابعة خزو التابوك حدث في تس للعجر من شهر رمضان الخامس فتح اندلوسي كان فتح الاندلوس من شهر رمضان عيدا ما يسمى إسباني الآن بقياد الطارق بن يجيت أيها المسلمون أيها المستمعون نكتفي بهذا القدر والسوم رمضان فريدة بالكتاب والسنة والعجمع قال تعالى كتب عليكم سيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم عيش تتقون كتب عليكم أفراد عليكم وعجب عليكم وعزم عليكم السيوم رمضان كما كتب على الذين من قبلكم أما السنة حليس بن أمرة قال رسول صلى بنية الإسلام على خمس أحبة في الله رمضان شهر البركة شهر غير أخول قولي هذا أستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو القفور الحمد لله والسلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سييدنا محمد وعاله وصحبه أجمعين أما باور أما باور هذا أول محمد وعاله وصحبه أجمعين أمام وصحبه أجمعين أمام وصحبه أجمعين تخبه أجمعين س 미سجد وصحبه أجمعين سييدنا أحبة Pathة Johannes melody وعاله هذه Waentary ما فتابع بيدعني مدées لكو أعرف عليه چه 네가 حال TV يربون القرآن أنت ترى مختلفة. قبل رمضان يأتي، أنت ترى أنت ترى المساجد. قبل رمضان، أنت ترى الكثير من الناس. ولكن رمضان يأتي إلى باركة، لأن القرآن، نظر شهر رمضان، أنت ترى المنزل، لذلك كل مسلم يأتي في فرصة، سعيد، 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 لا، لا ترى الكثير من المنزل، لذلك يجب أن ترى المنزل، لذلك يجب أن يتعرفون رمضان، كما أنهم سعيدون، رمضان، مالذي يحدث في المنزل، مالذي يحدث في المنزل، رسول صلى الله عليه وسلم، يجب أن ترى الكثير من المنزل، محمد، ليلة الخدر، داوست المنطف رمضان، الله سعيدنا أنزلناه، يعني القرآن، ليلة الخدر، وما عدراك يا محمد، ما ليلة الخدر؟ ليلة الخدر غير من ألف شهر، ألف شهر، شاوي ألف شهر، شاوي، يعني 800، وترى الكثير من ألف شهر، وما عدراك، ومن أثقان تقول، صلى الله عليه وسلم، إيمان و chinب؛ اشتركوا ليلة الخضر سنبحانه لكفر سنبحانه لكفر سنبحانه لك فالله لتعرفه كان اليهانا يسير لك أن تبعها حياة أو سن إلى الأثناء أمامًا اونا له أمام بمثور ليلة الخضر لكثير من الناس يحن نفعل بيديا وليلة الخضر يحضر في المثال سيناقذ بعد ذلك كان يغير الجنọ 되는데 ثالث بدر الكُبرة متى تسلم من المسلم retaining المسلم الشيخ السلام عليهم المسلم الأرى الذي يصبح achievement مصة أصبحت صلى الله عليه وسلم كان نحن بغضر أول قبرة إنسانه وعلى الللة أفضل ça أفضل لديهم لم يكن ليقعون بمن المسلمين يكن ليس لديهم 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 أويح لولون لديهم من من خلال المسلمين لديهم نفعل المسلمين ليس لديهم لا يوجد ما يوجد هذا المسيلي كلمة لكن ترى ما الله قال قال تعالى أجل نسر الله أجل نسر الله بادرين أجل أجلكم في المدرين أجلكم في المدرين أجلكم في بعض المناطق لماذا لم يكن لديهم حوله لتستمر فقط ذلك فقط كامل كانت ذلك لا يمكنك أن تشكرون لو فأنتك في الله لكي تكتبونه ما الذي يجبونه لأنك سكرتم لا أجدن لكم المسلمين يجبونه لكي تكتبونه لو شكتبونه لديك أكثر لديك أكثر بدر حدث رمضان خزوة بدر رمضان رسول صلى الله عليه وسلم before he went to the battle he made مساورة مساورة he asked opinion of the sahaba we sit go meet of against fight those people or what we support do we should go over the sahaba you're my evening there was standing for Allah the sahaba say رسول صلى الله عليه وسلم we are the qawm Musa Musa what Musa say what Musa people say to Musa they say you go you Lord we stand here we're not gonna fight the sahaba tell Rasul صلى الله عليه وسلم anytime you tell us we have to meet you anytime you order us we have to get up and follow you I will I result Rizwan Allah aleyhi ma'ajma'i so they wish winning and far by the battle well huh to see right and wrong it was young and battle that happened a Ramadan shahar Ramadan my brothers able Abbas say that happened also yom and jummah after that you know the most of the enemy of this ummah is who Abba Zahal just like if Ful'aun was Musa time Abba Zahal was most of the enemy he hate Muslim people so much and special Rasul صلى الله عليه وسلم he hate Prophet Muhammad he do all kind of thing to destroy this religious he want to bury this Muslim religious on the his feet he want to bury this religious on the his feet Abba Zahal a dual Islam hotla yom and battle that day they kill him goodbye Lana Tullali that happened Ramadan what to make what to make what to make happen human 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 Jum'a Layla Saha Ramadan Rasul was born in Mecca and Mucarrama he cannot stand it there because he have so many enemies no one lucky that they only few people he cannot worship Allah in Mecca what happened he moved to Madin al-Munawar from there he becoming strong he went back to Mecca and Mucarrama he have a fact who they call Fatou Mecca Fatou Mecca happen yom and Jum'a Sahar Ramadan Allah say in Fatou Mecca Fatou Mecca that happened yom and Jum'a Sahar Ramadan my brothers they happen at Thani at Thamina little Israel when Prophet Muhammad moved to Madinah the egg is one more years after prophet Muhammad to die after conquer Mecca he returned back to Madinah one years he he lived after the one year he passed away Hajwa Tabuk you hear about Hajwa Tabuk Hajwa Tabuk many monafiq and monafiqoon Jill was hey they trying to destroy this Hajwa but they came to go to Hajwa Tabuk it take three two months to be there they cannot go Rasul he win the Khazwa that happened also Friday and Sahar Ramadan whoever say no war no jihad and Ramadan maybe he needs to understand all this happened Ramadan there was fastest those were so strong somebody fasting no food nothing not even wiper for you to go meet those kuffar strong they have a lot of wipers and you fasted look as most of the people when they fasted before sun go down they'll be toasted they cannot even walk they cannot even do money change but those since I started those happy in Ramadan there was fasting to those Muslims Rasul was sahaba they was fasting those Khazwa al-qazawa they believe Allah subhanahu wa ta'ala I love saying you can sort of laugh and so cool we've said bit after them if you had me I will happy I will make you stronger so they help Allah Allah help that they be stronger they will I have a fella you know Spain they call in the Russia it's also was happy Friday in your tomorrow at shah Ramadan this Spain they call it now before that the leader was started my brothers and sister many things happen they saw Ramadan please let's say guys to come forward they need room allah brothers if you go deeply what the ayah Allah subhanahu wa ta'ala saying that you will know this is a month of blessing month of to fight for forward don't let this go away from you you don't do nothing a Rasul says say kula 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 laylatin you know you know you know you know you know yeah back in here yeah back in here except every night of Ramadan it says someone have to call from Allah who know who's calling from the sky for say who doing good please do more who doing bad stay away from it stay away from it my brothers a Rasul salallahu alayhi wa sallam you see my summer Ramadana that's for me enough for us he said whoever fast the Ramadan imana you believe it you know you believe in the world Allah will say khufra lahu I will give of your sin whatever sin pass you remember not a hadith a Rasul salallahu alayhi wa sallam everybody and he said but all I'm doing all I hope you will do more how did you make my house almost my life I'll be naked المترجم للغ convert malicious this is a lot of things if we know we have to do more good صحباء قائم حصى رسول محصر فالنصد المصحفين هو خطاب البيعيز إهاب جالية حاني فالنصد المحاصفات صدقاء محمود وفخارج إن فالنصد المحاصفين تلك عطاقك سيدي أفع، إنه سنوارت لأتجاب مكلمة فتح رحمد محمود على خطاب محمود شرابه، هناك من المزيد من قبل أن يكون يحضر المسكين هناك فالنصد البيعيز أعتقد أن تقومون بعمل، فهو آخر uhmو patent الآن لا يتعطي إلى المسكين الله أكبر وفي ذلك الرسول صلى الله عليه وسلم يقول ليس بينه كل واحد منه يقول لا يحد هنا بين ربك سيكلمه الله يجب أن تتحدث إلى الله أي شخص مننا يجب أن يفعل الله يجب أن تتحدث إلى الله ليس بينه و بينه ربك سماء والعظم للجمال باتي Long تتحدث إلى الله لا تتَطَط ٩ فَاللَا يَخْنَ فياَLS رجل يستح Roma يستح人 في طول نر شكرا لنسا مرحبه إذا كان زوجته إنه ونضي اوكاو يو دعونا ملايكا هقد وانا فعله إنتظرنا يقولون ملايكا عندما تتحرك أنت فيه بعد أن تتحرك إذا كنت تتحرك سأعطى المخبرة يمكن أن ترى سوف ترى ما فعله سوف يأتي إلى الفيو سوف تحرك سوف تحرك il profite Mohammed he said في النار في النار in jahalla put between you in fire something don't let door enter there he said وَلَوْ بِسَقَ تَمْرَى نِسْ يعان حافَ اَلْحَفَ تَمْرَى if you don't have something if you have a dead cut and give half to someone brothers أنا أعطى . هذا هذا الوحي مهم الأبداية اتباراً رسول صلى الله عليه وعليه وصلى الله عليه وسلم ون يصبح صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم أعطى قال يقول أنه مهل سيدة وقال عن رمضان السلام يقول احياء ربيط محمد و الشيء يعني يقول تفته فيه أبواب الجنة الشهر رمضان إنه مرة للرمضان يسألوا البرمجاة القرى ويسألوا البرمجاة و يسألوا البرمجاة لذين سألوا البرمجاة و تخلص فيه الصياتي لذا سألوا البيض و ينادي المنادي كل ليلة يباق الخير يخبر يباق شر يخشر every night someone have to call who doing good keep doing more who doing bad stay away from it's the energy you did it's for you accept one thing fasting it's for me i'm the one going to reward you that brothers that's big thing for us don't let the ramadan go away like that you don't try harder the smell of the mouth i love loving modern coffee modern colon prophet muhammad swiss allah brothers this is a month of ramadan the ink of the satan they have to stay away also they have to do good not doing bad to do good to stay away from bad is is a sadaq my brothers you know when prophet muhammad sallallahu alaihi wasallam he talked about ramadan ramadan how blessed in ramadan you know this month of ramadan is a time to give you jack a charity to miskin why al hassan one hassan you're gonna get ten words for it this that's a ramadan my brothers and sisters my brothers and sisters rasoolu sallallahu alaihi wasallam said if you guys fasting don't talk to women like now your wife i'm talking about women in the street don't look at women don't say something bad don't use bad effort if someone trying to fight you or someone insult you just say anasai anasai two times and you keep walking brothers this is madrasa for us to learn on this month don't let this month go away like this you know get no reward for it you know brother dismiss it every massage it do you know how many people coming to break the iftar do you know that look the ac you know it's hot in this time outside it's hot weather look the fence all those becoming more money no money no aces no money no thing no money no masjid so accept you and your lord you and allah now you know yourself more than everyone but allah will know you more than yourself my brothers trying to do good a month of ramadan look how many machine you have a back home in africa or asia or everywhere some people didn't have a belha tamara they can i will have something to break the fast word you feel hunger for a couple hours somebody lifetime always hunger nothing to eat can you think deeply for say it's one miskin in pakistan i want to feed the guy or one miskin in africa i want to feed it and one miskin asia want to feed it do you think about that in your lifetime you gotta think about that you have to try to help the kids my brother this is a blessed month don't let the month get away like that you don't do good trying to do your best if you help me i'll help you i'll make you stronger anything you push your hand i'll help you you're looking for green card you will get it you're looking for to get married you will be happy you want your business to go forward you're gonna get it you want happy life you're gonna get it but want it in terms of law and so it helped me i will help you my brothers apart of that this month is a unity month look at fish if that time you don't know you don't know rich and poor everybody share the same food when the time to break the fast before even he eat he's serving people he's the last one to eat why he do that before he won the reward people who cooking they pay the 200 300 why somebody didn't even take one spoon of them 200. i remember brother kamara say one day one time write down my name 500. maybe he never eat one spoon from the mazid but he got the word from allah we're asking allah swt whoever trying harder make allah bless you whoever spend one dollar suffering allah make allah give it make the dollar for you in general brothers don't let this month go if you're not try harder if you don't have a letter even to say something good inside the word for brothers i want you today to do good for allah allow the many good for you it's time for you to do more my brothers and sisters month of ramadan it's a love month it cannot be true muslim good muslim you only like something for yourself you don't want you don't care about your brothers you don't care about me skin you don't care about your family you don't care about your relatives you don't care about not no one somebody didn't even care about allah they think so they made themselves the there is enough they come to america that said they are paradise forget about my mom your mom in africa forget about my sister home forget about my relative home as soon as i finished jfk i'm in the paradise you're lying i'm in the paradise you gotta try harder to do good for allah i know you're free you're going used to be no food to eat but alhamdulillah look at your refrigerator any type of food you need to find inside but don't forget for say back home still people there they don't have a no thing to eat you have to try and to help look not even room to be inside people standing outside do you know if you pray your house you have all over the world you come to pray in the masjid you got how many the world you got 27th world so to keep going on this reward my brother you have to put your hand in your pocket and support the that like beer the fan you know food if time time before i go down one hadith sheikh al-bani rahmah allah rahmat al-washiach she'll see that the hadith is he said whoever breaks someone fastest he don't say rich or poor he never said he never say or risk if he trying to feed rich or poor he just say whoever give something to someone to break his fast well he got reward from that well the reward is gonna be full just like the guy fasting brother if you someone break the fasting with your money or your food or your water or you date your tamara you gotta reward coming full rewards brothers trying to feed don't say oh i'm not eating the mazira my wife cooking for me that's okay your wife's cooking for you but to eat in jama is a mubarakah just bring your money to the imam to the amir they know what to do with the money you just give they know what to do don't say no i'll live in new joshi i only come to work bronx oh i live in this no this is your house this is your masjid allah is for me trying to do good brothers and part of that was trying to fear allah allah the angle is there for you anything you say anything you do they will write down my brothers this month if the woman know what inside this month kind of son of rama they need so happy they need to be happy for ramadan don't be panic be strong be happy be smiling even now muslim kufar they know this is a blessed month anytime they saw you walking by they'll be like ramadan kareem happy ramadan why they say that they know it's a month of rahma month of blessings they know that so why you cannot happy yourself you muslim muhammad i said you have to be happy be strong someone fast last year this year they know fasted where they are most of their they die they pass away somebody they're in the hospital so you have to thanks allah everybody wake up alhamdulillah he let's yana badana amatana why you know so as long you wake up you have to say thanks allah doesn't matter you are a knowledge person or you are responsible if you wake up you have to say alhamdulillah my brothers this month to be one the one umbrella la ilaha illallah muhammadu rasulullah la khair la farf baila la ashrad walal alhamdulillah alhamdulillah walal alhamdulillah walal alhamdulillah ila bitakhwa allah jannah maktobun la ilaha illallah wa bi zalik rasul sallallahu alayhi wa sallam one day prophet muhammad says to his own daughter he say ask me what i own i will give to you if i have it a control that is of hand of allah so brothers just matter how you look this is different time i love everybody ever have to love another one one thing one hadith prophet muhammad says is kulu khamish every monday and hamish they have to take their reward the resort for everybody to show to allah the malika they have to show the resort to allah only two three people they're not gonna allow we're not gonna look they're fine two people have it hey enemies if they don't talk i turn my back you turn your back whoever stopped talking to you so brother for three more than three days if we die so brother let's be afraid let's take the different away shaytani shaytani shayadu lakum so stay away from shaytani rabid jihal hajih jaman jaman marhumah wa tafarukuna min baedih tafarukuna maqsum qubi ila salatikum wa rahamakumullah shaytani 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 sh ترجمة نانسي قنقر